مرحبا حبايبا أصحاب برج الأسد شلونكم إن شاء الله تكونون بخير التوقعات راح تكون عامة تشمل الصعيد العملي الصعيد الصحي العاطفي صعيد الأسرة وأيضا النصيحة وشنو الشي اللي أنت ما متوقع حدوثه وراح يحدث قبل ما أبدأ التوقعات سووا لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة إذا كنتوا ما مشتركينه تركوا لي آراءكم بخانة التعليقات خلونا نبلش التوقعات الأسبوعين الأخيرة طبعا برج الأسد البعض من عندكم ممكن يكون بداية السنة شوية ما كانت حلوة عليه أشوف أنه أكو أخبار صادمة أخبار مزعجة أنت مريت بها بالفترة السابقة البعض من عندكم ممكن يكون منتظر بالفترة الحالية كارما أو منتظر حق يرجع له من شخص أذى هواية فطاقتكم العامة حاليا أشوف أنه أنتوا لبعض منكم المتزوجين أشوف أنه أنتوا تحاولون بالفترة الحالية تستعدون استقرار الأسرة أو أنه حتى البعض منكم ممكن يكون شان تارك البيت متباعدة بسبب زعل وبالفترة الحالية قاعد أشوف أنه أكو رجوع صاير أو راح يصير رجوع قريب كلش خلال هاي الفترة ولما العائلية راح ترجع وراح تستقر الأمور هاي بالنسبة للناس المتزوجين أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقات البعض من عندكم أشوف أنه أكو خبر يخص خطوبة أو زواج راح يأثر عليك بشكل مباشر خلال هاي الأسبوعين طبعا هاي الطاقة تقرأ الناس اللي من فصلين اللي من فصلين أشوف أنه أكو خبر ممكن تكونون أنتوا سمعتوا لأنه أنا هنا الطاقة العامة وهذا الخبر سمعتوا أكو خبر راح يوصلكم شوية محزن بداية هاي الأسبوع والخبر راح يأثر عليكم هواي طبعا القراءة هوني ترددت أنه أقراها أولا بس ممكن تكون هي رسالة لازم أوجهها الفئة معينة من عندكم لازم يوصلها هذا الخبر يجوز أنه أنا ممكن من أحتي هذا الشي والشخص المقابل يعرفه راح تخف علي صدمة من يوصل الخبر وبس أنا أريد أن أشوف أنه البعض منكم فعلا وصله خبر زواج يخص شريك سابق كان بحياته وطلع منه وهذا الخبر كل جزعجه خاصة إذا كان الشريك اللي تتعاملونه يا شخص برج الترابي برج الجدي واضح احنانا وبرج الثور أو برج العذراء أشوف أنه هذا الشخص راح توصلكم معنا أخبار ممكن مشاكل عائلية أو موضوع زواجي خصه بالفترة الجاية راح يجيكم من عنده هاي بالنسبة للناس المنفصلين أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين وعلاقتهم زينة واللي خاصة عندهم مشاكل عائلية هي اللي معرقلة زواجهم أشوف أنه الوضع شوية كان معلق ولكن راح يبلش يمشي شوية شوية أنه أكو شخص طرف ثالث راح يدخل بالموضوع وهو يكون صورة حل لبعض منكم أشوفه قاعد يفكروا بموضوع رجوع خاصة للناس اللي منفصلين المطلقين أشوفكم قاعد تتواصلون بالفترة الحالية أو تحاولون تواصلون للشريك حتى الطلبون من عنده رجوع هاي بالنسبة للمطلقين أو حتى المنفصلين المرتبطين عاديهم تنطبق عليها ممكن ولكن هذا الشخص أشوفه ما أخذ قراره ولازم سيفه وما قاعد ينطيكم فرصة أنه تعبروله عن مشاعركم بهذه الفترة فحاولوا تأجلون هاي الخطوة يجوز بالأيام الجاية الأمور تتحسن هسا خلونا نبدأ بطاقة العامة قلت لك أخبار أخبار برج الأسد الأسبوع الثالث والرابع راح يكون عبارة عن أخبار أخبار يعني أشوف أنه أكو شخص راح يوصل لك أخبار خلال هاي الفترة هواية وأكو هواية أخبار هواية كلام هواية حتي بعض منكم حتى إشاعات ممكنت يعني بإسمة تكون تأثر عليه من شخص وياه بالعمل شخص طاقة شوية طاقة عدم نضوش طاقة ثرثرة يحب الكلام يحجي هواية هذا الشخص وأشوف أنه أيضا البعض منكم ممكن يكون كان منتظر تواصل أو منتظر موضوع معين يعرف عنه شي راح يصير عندك وضوح وأكو شخص راح ينقل لك أخبار بهاي الفترة عن موضوع معين ومهما كانت هاي الأخبار أنا أشوف أنه هي بها صالح لك حتى إذا كانت سلبية للبعض مو الكل طبعا البعض منكم ممكن يعتبروا أنه هذا الخبر سلبي بس هذا الخبر السلبي اللي راح تتلقى بعد هالأمور كلها راح تتحسن فأنت أكو عندك خبر سلبي راح تسمع مفاجئ خلال يعني من تاريخ مشاهدتك لهذا الفيديو ممكن ثاني يوم ممكن وراء ثلاثة يام أربعة يام أشوف أنه أكو خبر راح يجيك مفاجئ يعني أنت نايم وتقعد على حس رسالة أو اتصال الشخص راح ينطيك خبر الخبر حيكون يعني نوعا ما سلبي ولكن هذا الخبر السلبي بعدها مباشرة أكو تغيير سريع راح يصير بحياتك التغيير راح يكون للأحسن من بعد خبر سلبي أنت راح تسمعه الأمور أشوفها راح تتحسن فالطاقة العامة قلت لك اللي منتظرين تواصل صار لكم فترة من شخص أو خبر عن موضوع معين خاصة إذا كان خبر يخص الأموال فأشوف أنه الخبر راح يجيكم والتواصل إن شاء الله خلال الأسبوع الرابع أما بالنسبة خلونا نشوف هس طاقة العمل بالعمل أشوف أنه أنت قاعد تبدل هواية مجهود عندك هواية تعب من العمل اللي أنت بيه البعض من عندكم ممكن يكون تارك عمله صار لفترة وقاعد يفكر أنه ينتقل يعني بعمل جديد أو منتظر الخبر على عمل هذا الخبر أشوفه راح يوصل أكو شخص راح يتواصل وياك ممكن يكون صديق والشخص هذا راح يكون أصغر من عندك بالعمر أشوف راح يجيب لك فرصة عمل أو راح يحكي وياك يعني بموضوع يخص عمل جديد مشروع جديد أو شراكة جديدة أنت ويا راح تكونون بيها أنت بداية الأمر ما راح تقتنع بس هي نصيحتك تقول لك أنه حاول تنفتح الوجهات النظر الجديدة فيعني إذا هذا الشخص ممكن يكون هو عمره مو مقنع بالنسبة إليك وأنت ما مقتنع أنه هو يكون شريكك أو حتى يعني يصير بينكم شغل بس أشوف أنه هذا شغل بيخير إليك فلت تقطع فورا حاول أنه تفكر بهدوء بهذا الشغل اللي راح يجيك وتشوف إيجابياته وسلبياته وبعدها تقرر بالنسبة للعمل أشوف قلت لك أعدكم نوع من التعب بسبب العمل بهاي الفترة وهذا الشي مأثر عليكم هو يقعد على الحاسبة والكمبيوتر بصورة عامة وهذا الشي مسبب له تعب بظهره بسبب هذا الموضوع فأنت تحس أنه أنت محتاج استراحة ومحتاج تأخذ رست من العمل بهاي الفترة لأنه هو يقعد عليك مسؤوليات وهو يقعد تتعبس أمرك على الصعيد العمل يشوفها زينة ولكن احذر من بعض الناس اللي ممكن تكون قلت لك إذا صارت إشاعات إذا صارت نقل الكلام فحاول أنه أنت توقف جهة محايدة لا تأخذ ولا تنطويهاهم بالحاجة لأن الموضوع بعدين يدور يدور ويرجع عليك بالنسبة للصعيد الصحي أشوفك على الصعيد الصحي يا برج الأسد البعض من عندكم ممكن يكون كان يمسوي عملية بالسابق قبل فترة قريبة وحاليا قاعد يبلش يستشفي منها أو يقوم يعني يحاول أنه يقوم على حالة والبعض الثاني ممكن تكون عندك عملية خلال هذه الأسبوعين أو أنه وضعك الصحي ممكن يستوجب جراحة بسيطة ولكن يعني موضوع ما يخوف يعني هاي الورقة منتجية يعني معناها عملية بسيطة وسريعة ممكن تكون محتاج عملية سريعة بسيطة أو الدكتور حتى يقول لك ياها وأنت عندك قلق من عندها بس أشوف أنه هاي العملية راح تعدي على خير فإذا عندك عملية متخوف منها ما تريد تسويها توكل على الله وسويها وإن شاء الله مشافة معافة وما بيك أي شيء البعض من عندكم أشوف قلت لكم هنا أنا دا أشوف أكو آلام بالظهر عندكم البعض منكم يا برج الأسد عندكم آلام بالظهر وبالأكتاف بالأخص وهذا الشيء مأثر عليكم البعض الثانية أشوف عندك أرق ما قاعد تقدر تنام بسبب صداع دا يصير عندك خاصة بالليل طبعا برج الأسد همار إذا أقول لكم شغلة إنه حاولوا تحصنون نفسكم بهذا الشهر من الأعمال البعض من عندكم أكو عمل موقف كل تقدم بحياته موقف حياتك إذا تشنت منزوج حياتك الزوجية شوفها ما مستقر إذا كان بالعمل أشوف العمل أهم قاعد يأثر عليه هذا العمل قاعد هو يعلق أمور بحياتك إن بقيها معلقة حاولوا إنه بهاي الفترة تحصنون نفسكم هوايا خلال هاي الأسبوعين بصورة يعني مشددة يعني أشدد عليكم هوايا إنه تحصنون نفسكم اللي يعرف إنه هو عنده عمل أو ممكن يتعرض العمل شاك بهيت موضوع فحاول إنه تتخلص من هذا العمل أو تحصن نفسك ضد الناس اللي عليها عين وحسد هم طاقة عين وحسد كلش قوية لأنه ممكن يكون عمل للناس وممكن يكون حسد ونفس قوي فحصنوا نفسكم برقية شرعية من العين من الحسد وإن شاء الله الأمور تعدي على خير لأنه أشوف عليكم طاقة حسد كلش قوية فشوف على الصعيد العائل يهمينا الأمورك شوية تعبانة ممكن تكون عندك مشاكل هوايا بالبيت لبعض منكم عنده مشاكل وياه الوالدة صار لفترة يحاول أنه يوصل حل وسط بينه وبينها ولكن يعني أكو عناد بالوضع صاير ممكن تكون الوالدة معارضة موضوع معين أو تريد تفرض عليك شي معين أنت مرادة فده أشوف المهم شوية أكو خلافات بينك وبين الوالدة ولكن الأمور يعني أتعدي على خير ما ماكو شي يعني يستوجب القلق الخلاف بسيط وأشوفه بسرعة يعني بسرعة يبديه وبسرعة ينتهي بالنسبة للوضع العاطفي جينا على الوضع العاطفي فهو معرف شا قلكم المهم هسا خليني أبدي شوية على مود يعني ما نأثر على الكل طبعا القراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع هي تنطبق على فهم معينة منكم هم الناس اللي محتاجين هاي الرسالة فالقراءة طبعا العاطفية ممكن تكون عكسية بأكثر من فيديو قلت لكم إياها إنه ممكن تكون أنت وممكن تكون الشريك فآني من أقرأ السيناريو اللي موجود قدامي أنت راح تعرف هو علي من ينطبق عليك أنت أو على الشريك لأن أنت أدرى بطاقتك آني اللي أشوفه قدامي أحتي شوف البعض من عدكم هاي يعني طاقة طلعت يمي صراحة طاقة من فصلين شوف البعض من عدكم اللي من فصلين أنتو صاروا لكم فترة طويلة ناهين علاقة بس العلاقة ما كانت منتهية بصورة تامة يعني كان ممكن أكو مراقبة أو يعني تواصل بينك وبين هذا الشخص ما مقطوع تماما أكو باقي خيط تواصل بينك وبينك هاي قلت لكم للمنفصلين واللي ممكن تتعاملونه يا برج السرطان والأكثر ويا برج ترابي لأن الطاقة غلبة ترابية فيعني ممكن يكون جدي لأن الجدي موجود هنا يمي واضح وممكن يكون سرطان ممكن يكون ثور أو عدراء أبراج هواية موجودة بس طاقتك هي اللي مفقودة فاللي أحب أقوله أكو علاقة منتهية صار لها فترة أنت عندك أمل بهاي العلاقة ومتش نتغالقها تماما أكو خبر راح تسمعه عن هذا الشخص أو ممكن راح تشوفه من خلال مراقبتك لهذا الشخص راح تعرف هذا الخبر أنه هذا الشخص اللي تتعامل له ممكن يكون خطب أو تزوج أو على وشك أنه هو يتزوج الخبر قاعد أشوفه راح يأثر عليك هواية والبعض من عندكم هذا الشخص اللي منفصل عنكم أشوفه عنده نوع من التلاعب طاقة هوائية موجودة أيضا هذا الشخص أشوفه متلاعب وما يهتم بالمشاعر قراراته مو صريحة ومو واضحة وما عنده توازن هو شخص مو متزل ممكن تكون أساسا طاقته هي طاقة شخص غير ناضج وكانوا ياكم أون أوف بالعلاقة هذا الشخص كان ساعة موجود ساعة موجود يوم يهتم واهتمامه عشرة على عشرة ويوم يختفي من حياتكم أساسا ما يبين يبتعد ويختفي فجأة وبعدها يرجع لكم وبكر شوق هذا الشخص قلت لكم هنا طاقة ترابية موجودة وممكن أيضا طاقة نارية فأشوف أنه هذا الشخص تخلى عن العلاقة اللي بيناتكم من زمن طويل وهو مشاعره أساسا يعني هنانا وطاقته هو بالفترة الحالية هو متخلي عن مشاعره متخلي عنكم وأنت مشاعرك أساسا هي ورقة النهاية فأنت من بعد صفحة شنة ما قادر تغلقها راح تسمع خبر يخليك تغلق هاي الصفحة تماما لأنه الشخص اللي أنت قاعد تنتظره أنت عرفت مسبقا أنه عنده طرف ثالث وهو قاعد أشوفه متوجه الطرف ثالث متخلي عنكم وبسبب طرف ثالث موجود بحياته هو راح يختار الطرف الثالث وراح يصير عنده نوع من الاستقرار والزواج طبعا هاي لناس اللي منفصلين صار لهم فترة طويلة وكانوا ويا شخص متلاعب أو حتى شخص نرجسي إذا ردنا نقول الشخص النرجسي شنو هو الشخص الأناني اللي عنده نوع من برانوية ساركم من الأخير شخص مسيطر متسلط ما يتقبل أنه هو غلطان وما يحترم مشاعر المقابلة يجرح دائما بالعلاقة دائما اون اوف يبقى وياك ما تحس أنه أنت ثابت ويا بعلاقة شخص متلاعب عنده خيانة أنت هواية عانيت من عنده وبينك وبينه تعلق مرضي هذا الشخص كان ممكن صاير عبارة عن هوس بحياتك موجود أنت ما تقدر بدون ما تفكر بي خاصة ده كان برج الجدي هنا فأشوف أنه أنت شنت ما تقدر تطلع من حياتك ما تقدر تفكر بشخص غيره هو ولكن هو أناني وما يفكر بمشاعره أشوف أنه هو متوجه بطاقته متوجهة الطرف ثالث غيرك وراح تعرف أنت بهذا الشي وراح تتخلى وراح تتحرر من الطاقة السلبية اللي كانت مسيطرة عليك بسبب هذا الشخص راح تتحرر منها بعد ما تسمع الخبر السلبي أو تشوفه ممكن من خلال مراقبتك إلى بالتواصل الاجتماعي أشوف أكو تغييرات للأحسن أكو صفحة بحياتك انطوات أكو تحرر راح تطلع تماما من هاي العلاقة وراح تتحرر من عندها ومن الطاقة السلبية اللي كانت مسببتها إليك فأشوف أنه هذا الشي بصالحك وخير إليك إذا شنت بعدك ما سامع هذا الخبر وراح تسمعه أنا ما راح أقول إن شاء الله ما يتحقق لأنه أشوف أنت شنت تتعامل ويا شخص أساسا هو مريض نفسي يعني فأشوف أنه هذا الشي راح يكون بصالحك ثم بصالحك ما راح تسمع هذا الخبر راح تزعل شوية ولكن بعدها الأمور راح تتحرر من هاي العلاقة كلها أنت ومن سيطرة هذا الشخص لأن العلاقة اللي انت شنت بها علاقة سامة بينكم تعلق سام ومصحية فأشوف أنه راح تتخلص من عندها إن شاء الله وراح تخطي خطوة إلى الأمام وراح تترك هذا الشي خصو وتترك الماضي كله وراك راح تبتعد عنه تماما وراح تغير المسار مثل ما نقول مسار الأمور كلها أنت راح تغيرها إن شاء الله فالمنفصلين إن شاء الله الشهر هذا يعمدي عليكم أخف معاناة أنتوا برجل أسدقوية وأريدكم تبقون أقوية وتحاولون هاي الأزمة تعدوها بأقل الخسائر لا تحاولون تتمسكون بشخص هو باياكم ومتشاني مريحكم بالعلاقة هاي بالنسبة للمنفصلين أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة وأكو رفض من ناحية الأهل سواء كان أهلك أو أهل الشريك أشوف أنه أكو تغييرات سريعة راح تصير بالعلاقة خلال هاي الفترة بينك وبين الشريك خاصة عشان الشريك هذا ممكن يكون بينك وبينه اختلافات بالمسافة بالطائفة بالدين ممكن حتى حالة اجتماعية وتفر يعني أي اختلافات موجودة ببيناتكم أشوف أنه أكو اكتمال أكو أمور راح تتغير بصورة سريعة وبصورة مفاجئة الشريك شوية أشوفه تعبان صار لفترة ومعلق الموضوع وتاركها على الله يعني الأمور شلون تجي هي تجي أشوف أنه بالفترة الجاية راح ياخذ خطوة سريعة أشوف أنه هذا الشريك خاصة دولي للناس اللي عدكم رفض من ناحية أب أو أم وطاقة أب هنا موجودة عندي بالذات أشوف أنه هذا الشخص من بعد ما كان معلق الأمور وتاركها هي تشي على الله راح ياخذ خطوة سريعة تجاهك وأكو شخص راح يكون شون طرف ثالث يصلح الوضع أكو شخص راح هنا طبعا طالعهم هي بنية أو مو شرطة بنية وممكن تكون أخت ممكن تكون يعني عمة خالة بس ما أشوفهاهم يعني مو كل شي كبيرة بس أن هي أشوفها راح تدخل طرف ثالث بالموضوع تحاول تلين الأوضاع والأوضاع راح تلين فعلاً وتغييرات سريعة راح تصير بناتكم بالعلاقة العلاقة قاعدة أشوفها راح تنتقل للمستوى أعلى من المستوى اللي تشونت بيه من بعد ما تشونت متوقفة تماماً وانت عندك يأس منها فالحظوا ياك والجانبك والصالحك هاي الفترة أشوفها إنه هي فترة خير عليكم والأمور راح تتحسن أكو مصالحات وأكو البعض منكم يعني راح يصير شوية لين بالأوضاع يعني من بعد ما هذا الشخص كان قافل كلش أكو شخص راح يحكي وياه يأثر عليه ويحاولون يخلي لين فالمعارضة مالتا راح تخف بلك منها شهر الثاني بنفتح لكم تكونون يعني وصلتوا مرحلة خطوبة وزواج يعني ما شوف هسه خطوبة وزواج ولكن الأمور شوي شوي إذا شوفها قاعد تبدأ تتحرك للأحسن إذا تكون منصالحك خلال هاي الفترة الأمور فاتفائل حاول تلتزم بتفاولك هاي الفترة وهذا الشخص حتى إذا كان هسه بفترة الحالية نسيته تعبانه أشوف أنه لا تتحاول تتخلي عنه أبقى متمسك بي لأنه هو يحبك ورايدك ومتعلق بيك وراح ياخد خطوة إذا إذا كان هذا الشخص بعده ما ما أخد خطوة ممكن أنت من تسمع الفيديو تحكي وياه هذا الشخص واتقول لي خلي طرف ثالثي حلي الموضوع عجوز نصيحة من عندي يتغير حالكم وكل التوفيق لكم هسه خلونا نشوف شنو الشي اللي أنت ما متوقع حدوثه وراح يصير وياك خلال هاي الفترة صراحة كل شيء ما متوقعه راح يصير هاي الفترة أكو تغييرات بحياتك مفاجئة راح تصير بهاي الفترة البعض منكم ممكن يتكون للمنفصلين وحتى اللي مرتبطين هذا سيناريو ينطبق المنفصلين التغيير اللي راح يصير لا تحاول تقاومة الانفصال اللي حيصير حاول انه تعدي هاي المرحلة بأقل الخسار بأقل الخيبات لا تعاني من أزمة خليها تمر بحياتك وتعدي وماكو ممكن يعني يقولون الحجي سهل على اللسان هو الحجي مو سهل ولكن التغيير اللي راح يصير هو بصالحك الخبر المفاجئ اللي راح تسمعه ولي هو سلبي اكو بعده امور كلها راح تتغير للأحسن فهو بالبداية خبر سلبي ولكن اللي بعدها راح يكون امور كلها خير وبصالحك ان شاء الله اشوف انه اكو شي انت منتظره صار لك فترة طويلة وراح يصير بصورة مفاجئة هاي الفترة اكو خبر مفاجئ راح تسمعه لبعض منكم خبر سلبي وهذا الخبر السلبي اللي راح يصير بعدها مباشرة من راح تقعد من نومك على هذا الخبر بعدها مباشرة اكو خبر ايجابي او تغيير ايجابي راح يصير بحياتك فعندك خبرين واحد سلبي واحد ايجابي السلبي راح يكون قبل الايجابي فانت حاول انه من يجيك الخبر السلبي لا تتأزم ولكن انتظر الخبر الايجابي اللي راح يصير بعدها لانه البعض منكم اشوف انه هو ممكن كان منتظر حق يرجع له للناس اللي عندهم محكمة لان هنا ايضا هالورقة ورقة حكم او محكمة اذا شنتوا منتظرين حكم محكمة فاشوف ان الحكم راح يكونوا بصالحكم ومن جانبكم وراح تفرحون به النصيحة اللي طلعت لكم اليوم بالتارو النصيحة تقولك انه حاول لا تتمسك بالاشياء بقوة هاي بالنسبة للمنفصلين يقولك حاول انه لا تتمسك بالاشياء بقوة لانه الشيء كل ما حاولت انه اتمسك بايدك بالقوة تتمسك بي راح يروح من ايدك يبتعد فحاول تترك الامور بهاي الفترة على مجراها تمشي يعني حاول لا تتخذ اي موقف بهاي الفترة قراراتك اجلها لحد بداية الشهر الثاني ان شاء الله يعني الامور تبدأ تتحسن حاول انه بهاي الفترة اوضاعك المالية والعملية بصورة خاصة حاول انه تحافظ عليها حاول انه تقلل من مصارفك حتى ما تعاني من ازمات مادية لان بعض منكم معاني من ازمات مادية بالفترة السابقة حاول انه تحافظ على اموالك بهاي الفترة اذا كنت متزوج وعندك مشاكل عائلية وهسا صاير رجوع بناتكم الناس اللي قلت لهم بالبداية السيناريو هذا حاول انه تحافظ على استقرارك تحافظ على عائلتك ولا تخسرها فالنصيحة تقولك انه لا تحاول تحافظ على الاشياء اللي تعرف انت بها غلط ولا تحاول تسيطر عليك كل الامور خلي الامور تمشي على مجراها وانت اسمح لنفسك بهاي الفترة انه الامور تمشي هيش تبقى خليها على الله يعني لانه اول وتالي الخبر هذا السيء اللي راح يجيك راح ممكن يعكر مزاجك شوية ايا كان هذا الخبر هو من الشخص الثاني يختلف بعدها اكو تغيير كل شيء ايجابي راح يصير بحياتك من بعد هذا الخبر السلبي اكو شيء شبير راح يصير وهذا شيء ايجابي وبصالحك فحاول انه تخلي الامور تمشي على طبيعتها يعني لا تأزم الامور اتقبل كل الاخبار اتقبل كل الاحداث اللي راح تصير لا تحاول انه توقف عائق اذا كان اكو تغيير الريد يصير بحياتك لا تحاول تأجل هذا التغيير اخذ خطوة هنا هاي هم الورقة معناها تيك اكشن فانت اخذ خطوة حاول انه تاخذ خطوة الى الامام وتحسن الاوضاع اللي اتد تشوفها غلط اذا كانت هاي علاقة قديمة منتهية فاخذ خطوة الى الامام انساها خليها ورى ظهرك وابدأ بداية جديدة وانت راح تستعد سيطرتك واردي الاسبوع الرابع ان شاء الله يعني نهاية هذا الشهر انت راح تستعد سيطرتك مرة ثانية راح ترجعلك بس حاول انه تحافظ على الاشياء اللي عندك واسرارك تخليها لنفسك لانه عليك طاقة حسد وطاقة عين قوية فحاول انه ترقي نفسك وتحافظ على الاشياء يعني استعانوا على قضاء حواجكم بالكتمان اذا عندك حاجة تريد تقضيها لتحكي بها ليا احد لان هنا اكو اخبار اذا كنت تعرف انه اكو شخص دي ينقل كلام عنك حاول انه هذا الشخص تطلع من حادك او تخليه اتحدد لان اكو نقل اخبار يعني انت بهاي الفترة هي كلها مرحلة اخبار بس اخبار 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 اجابية اخبار سلبية نقل كلام من شخص الشخص ولا تصدق اي شخص يجي ينقل لك كلام عن شخص ولا تتمواشى وياه بالحديث ابد حاول انه تكون حيادي وابتعد عن التطرف وابتعد عن نقل الكلام ايضا لا تنطي مجال احد ينقل كلام قدمك ولا انت تنقل كلام الاحد فكل التوفيق لكم برج الاسد ان شاء الله الطاقة تكون خفيفة عليكم ان شاء الله الاحداث السلبية ما تصير وانا اقول احداث السلبية ما تصير الحدث الايجابي ما راح يصير فهذا الخبر اللي راح تسمعو مهما كان اشوفكم بعد خبر ايجابي ثاني راح يجيكم بس هذا الخبر ثاني راح يكون بشارة فحاولوا تفكروني بايجابية كل التوفيق لكم وان شاء الله هاي الاسبوعين تمر عليكم على خير وطاقة خف ويصيروا ياكم كل شي ايجابي وتستعدون قوتكم لانه برج الاسد اساسا هو برج القوة ورقتك بالتاروس ترنث ورقة القوة فانت قوي هاي الاحداث ما راح تأثر عليك انت قادر انه تتخطاها وقادر انه تسيطر على اوضاعك وعلى موقفك بالفترة الحالية كل التوفيق لكم اذا اعجبكم الفيديو سووا لايك اشتركوا بالقناة اذا انتم مشتركين وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات ان شاء الله اشوفكم في فيديو ثاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة